على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الغضب والاستياء بين طلاب كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية السبب هو وضع كاميرات مراقبة سرية في دورات المياه الطلاب أبدوا استياءهم الشديد تجاه إدارة الكلية بسبب وضع الكاميرات وقالوا أن ده انتهاك صارخ للحرية الشخصية ومخالفة للقانون الكلية عصدرت بيان احترفت فيه بتركيب الكاميرات لبيان الداخل والخارج فقط يعني الكلية بتقول في بيان أنه الكاميرات مش جوة الحمام لا دي على الأبواب عشان تشوف مين اللي دخل ومين اللي خرج وأن الشاشة الخاصة بها يعني بالكاميرات موجودة في غرفة عميدة الكلية وأنه تم تركيب الكاميرات دي بعد ما زادت حالات السرقة داخل الحمامات ترجمة نانسي قنقر